اشتركوا في القناة بالنسبة لهذا الحديث او الاثر عن عمر هل يمكن وصف فعل الله والنبي بالحدث والابتداع الجواب نعم قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امره ووصف الله القرآن بانه محدث فقال ما يتيهم من ذكر من ربهم محدث والاحداث هنا ابتداء القرآن من الله وتصيره الى البيت العزة من السماء الدنيا من اللوح المحفوظ الاتداء وليس معناه الخلق طبعا المعتزلة يحتجون بهذه الآية على ان القرآن مخلوق لكن كأني لاحظت أنا سبحان الله ان لفظ احدث او يحدث او محدث الله سبحانه وتعالى لم يصف مخلوقا من المخلوقات بانه محدث وفي ذلك عبرة مش ممكن ان يقال ان المحدث هو المخلوق ولا نجد لفظ محدث متعلقا بأي مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل فقط الله ما يخبر عن شيء انه احدث يعني خلقه الا القرآن الكريم هذا امر اخر نعود الى موضوعنا اذا يقول الله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امره ما يأتيهم من ذكرهم من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون والدليل على ان الاحداث ليس الخلق هو قول الخضر لموسى فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكره والاحداث هنا مش الخلق الخضر منه خالق هو الابتداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحدث من امره ما شاء او ما يشاء وان مما احدث ان لا تكلموا في الصلاة يعني خلق امرا طيب وهكذا فيبقى نسبة احداث الشيء الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم هو المخصوص الجائز بحب النووي ان يخصص العام من قوله صلى الله عليه وسلم كل بلعة ضلالة يخصصه بما يستثنيه من كلام الله ورسوله او امر الله ورسوله ممكن لكن لا يجوز لأحد من المخلوقات ان يحدث شيئا في الدين ما امر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لان الدين قد كمل الدين قد كمل لكن الشاهد هنا انه يجوز نسبة احداث الشيء الى الله والى الرسول فما ابتدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نعمة البدعة نعمة البدعة فذاه الرسول واما لو احدث غيره شيئا لكان ذلك مذموما بل يستحق عليه اللعنة اذا قول عمر نعمة البدعة هذه طبعا نعمة البدعة بما ان النبي هو الذي اتدأ ذلك فقال ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة كيف لا يكون نعمة البدعة هذه لا صيامة وان الله عز وجل قال قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لم تبتدأ لم اكن اول رسول لم تبدأ الرسالة به ما بدأت الرسالة به هناك رسل من قبلي قل ما كنت بدعا من الرسل نعود فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنى من احدث حدثا فقال من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين نعم والامر المهم هنا نكرر ان الناس اليوم يصلون الترويح جماعة ليس بناء على فعل عمر وان بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانتهت حجة من يحتج بهذه الرواية نعمة البدعة هذه لان لفظ هذه مجملة ممكن تعود على من ممكن تعود على انارة المسجد انا ذاك كما ذكر بعضهم اما ان تعود الى فعل فعله عمر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فدونكم خرط القتاد اثبت ذلك وقد ثبت بالاسانيد الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى القيام في رمضان في المسجد وصلى الناس وراءه اوزاعا اعفن جماعة جماعة وليس اوزاعا لانه عمر جمع الناس على الترويح وقد كانوا يصلونها اوزاعا معنى ذلك ان عمر عاد بالناس الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال السبكة ولم نعلم احدا من المتقدمين ولا المتأخرين اطلق على شيء مما فعل الخلفاء الرشدون بدعة مطلقة وقال ابن رجب واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك في البدع اللغوية للشرعية ثم احتج لاثبات قوله هذا بقول عمر نعمة البدعة هذه الامر الامر الاخر هل نترك كلام المعصوم كلما كلما اختلف مع كلام غير المعصوم يعني مثلا اذا قال النبي كله بدعة ضلالة وجاء عمر وقال البدعة حسنة وسيئة هل نترك كلام النبي من اجل عمر رضي الله عنه مش معه كلما اختلف فيه كلام النبي مع كلام غيره نضرب كلام النبي عرض الحائق مش ممكن اقول هذا لان لان هذا يعني ترك كلام المعصوم لكلام غير المعصوم ترك كلام المعصوم لكلام غير المعصوم طيب لماذا نقول ذلك عمر ايضا يخته ويصيب فقد امتنى عمر من القيام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قومو فاحرمو وانحروا واحلقو وكان موقف ابي بكر مخالف لموقف عمر كذلك كان موقف ابي بكر مخالف لقول عمر في مسألة ما نعيزك كذلك خالف ابي بكر عندما عندما انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أن يكون النبي قد مات وخالف عمار بن ياسر عمر رضي الله عنه في قضية التيمم من الجنابة فذكره عمار بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر لفترة كان يرى أن التيمم من الوضوء لا من الجنابة وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر فإن أحد الصحابة يخطئون ويقيد الله عز وجل من يصحح خطأ وكان عثمان يرى أن مجامعة الرجل زوجته من غير نزول المني غير موجب للغسل مع أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان فوجب الغسل كذلك خالف علي عثمان في موقفه من الحج فلما كان عثمان ينهى عن المتعة جاء علي وأعلن التلبية بجانب عثمان ثم قال لبيك اللهم متعة فقال عثمان أتريد خلافي أردت خلافي فقال علي ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد من الناس قط أبدا نعم كذلك قول زيد بن ثابت لما أراد جمع القرآن أبو كر عمر أتفعلاني شيئا لم يفعله رسول الله ألا تتمنى أن تقول أن تكون أنت يعني يا من تدافع عن البدعة أن تقف هذا الموقف أن تقتدي بزيد بن ثابت وتقول كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله هذا كلام طيب فقال أبو كر إنه والله خير لماذا؟ القضية متعلقة بحاجة الناس إلى الحفاظ لأن استحر القتل بالمسلمين وقتل العديد من الحفاظ فأراد عمر من أبي ذكر أن يجمع القرآن بما يحفظه ويبقيه فلا يموت في صدور الشهداء وحفظته نعم فإذا هنا في مصلحة ونحن نقول أنه إذا كانت هناك مصلحة شرعية معترف بها تقرها الشريعة فحينئذ يجوز أن نفعل فعلا عادة لا يجوز لنا أن نفعلها وتأمل قول زيد بن ثابت لما أتاه أبو بكر وعمر وحثاه على جمع القرآن قال أتفعلاني شيئا لم يفعله رسول الله وأنا أقول لك طبعا أبو بكر قال إنه والله إن هذا والله خير ثم شرح الله الصدر أبي بكر لذلك نعم لكن هل من ينتمي إلى هذه الفرق والأحزاب البدعية اليوم التي تقول بتقسيم البدع إلى حسنة وسيئة هل يسأل نفسه كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله لنا في زيد بن ثابت وفي قوله أتفعلاني شيئا لم يفعله رسول الله لنا في ذلك أسوة حسنة بالنسبة أيضا إلى زيادة عثمان في الأذان الأول أو الأذان الثاني على الأذان الأول كما ورد في حديث السائب بن يزيد عند البخاري أنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء إذن هنا في علة والعلة كما يقول أهل الأصول تدور مع معلولها تدور مع معلولها فهنا في علة وهي كثرة الناس زاد عدد الناس فلم يعد الناس الأباعد يسمعون الأذان فعمر أذانا آخر لذلك لكن طبعا وإن كان هذا لا يفيد من يقولون بالبدعة لأن عثمان ما احتفل ببدعة المولد ما احتفل ولا فعلوا ما يفعله الناس اليوم بل كانوا حريصين على السنة النبوية لكن علي رضي الله عنه لم يكن يرى بالكوفة داعيا لهذا العمل اللي هو الزيادة على الأذان فقد كان مقتصرا على الأذان الأصل الأذان الأول الأذان الأصل فعل عثمان رضي الله عنه سنة شرعية بالنص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رواه أودا بإسناد صحيح إذن ما فعله عثمان موصوف عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سنة شرعية النبي قال الخلفاء الراشدين ما قال أنت أيضا ما تقص نفسك بالخلفاء الراشدين وتقول أنا ما أفعله سنة شرعية لا ثم إن هذا داخل فيما كان له فيما كان فيه حاجة إلى توسعة لما توسع المسجد صارت هناك حاجة استدعت إلى تكرار الأذان ليصل إلى البعيد كما قال القرطبي أو نقل عن الماوردي فأما الأذان الأول فمحدث فعله عثمان لي ها لي هذه لام التعليل لام التعليل فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها هذا داخل في المصالح المرسلة بل إن الشافعية قال وكان عطاءه ينكر أن يكون عثمانا قد فعله ويقول فعله معاويا وأي كان الأمر فالذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي هذا كلام الشافعي كما في كتابه الأم فالأمر الذي كان على عهد رسول الله أحب إلي إذن فعله عثمان هذا من المصالح المرسلة التي هي في تعريف الأصوليين المصالح المرسلة الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده يعني هذه الأوصاف تلائم مقاصد الشرع هذا تعريف مهم ثم قال ولكن لم يشهد لها يعني هي أوصاف تلائم تصرفات الشارع ومقصد الشارع يعني المشرع ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس وسميت مرسلة لعدم وجود ما يوافقها أو يخالفها في الشرع أي أرسلت إرسالا مطلقا وأطلقت إطلاقا ولعل مثل هذا التعريف أن يبين لنا أن قول الشافعي مثلا المحدثات على ضربين إنما يقصد بذلك ما يستجعي حاجة الناس نعم يعني مما هو مصالح مرسلة فينظر فيه فإن وافق الشرع أخذ به إن خالف الشرع ترك أما أن يكون كلام الشافعي فقط عن ما يفعله الناس يحدثونه مما لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه مقبول لغي المقول هذا كلام لا يقبل نعود فنقول إذن لماذا سميت مصالح مرسلة لماذا مرسلة قال لأنها أرسلت إرسالا وأطلقت إطلاقا والضابط الذي تتميز به البدعة المحدثة والضابط الذي تتميز به عن البدعة المحدثة أن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه لا عقل ولدي انتهينا من هذه كذلك استذلون بقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون هذه الرهبانية أصلا لا يجوز لكم يا معشر المسلمين وليس النصارى أن تستدلوا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أؤمر بالرهبانية هذه لشت هذه لشت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجلسة دافع عنها الآن تقول الله قال عن النصارى ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بإبن مضعون إن الرهبانية إن لم نؤمر بالرهبانية إني ما أمرت أو نعم يعني الرهبانية ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم جالس الآن يأتي هؤلاء ويحاولون الدفاع عنها وتبرير بداعهم عن طريق ترغيب الناس بالرهبانية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر بالرهبانية رهبانية أمة الجهاد في سبيل الله هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن هذه الرهبانة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست من شرعنا كما أنه نهى عن ترك التزوج وأخبر أنه ليس من سنته مع أن الله وصف يحيى عليه السلام بأنه كان سيدا وحصورا والحصور هو الذي يمنع نفسه من النساء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن ذلك وحف أمته على التزاوج والتكاثر ثم إن السلف لما نزلت هذه الآية لم يفهموا منها جواز ارتكاب البدع ولم يفعلوا البدع أصلا فقد عرف العالم والجاهل أنهم كانوا أبعد الناس عن البدع ولم يكونوا يأذنون ببدعة بناء على هذه الآية ما فعلوا هذا فإما أن يكون قد فاتهم خير البدعة وخير الرهبنة لجهلهم ربما جهال ما عندهم العلم الذي عنده أولئك المبتدع أو لكسلهم ما عندهم النشاط الذي عند أهل البدعة وإما أن تكونوا أهدى سبيلا منهم والواقع أنكم بذلك أظلوا سبيلا لأنكم سلكتم غير سبيل المؤمنين ليس هذا سبيل المؤمنين ما سدل أحد من السلف بهذه الآية على جواز بدعة فعلها أبدا ثم إن هؤلاء الرهبان الذين اتخذوا الرهبانية وابتدعوها شددوا على أنفسهم كما قال ابن الجوزي رحمه الله والتزموا الزهد والانقطاع عن النساء واعتزال الخلق وذلك جهلا منهم لكنهم لم يلتزموا وهذا بالطبع من خالف السنة الشرعية النبوية فلا بد له أن يتوقف فجأة ولا يستطيع أن يكمل كما قال عبد الله بن عمر لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مواصلة الصيام ومواصلة الصلاة فقال بعد فترة ليتني أخذت برخصة رسول الله التي رخص لي هو ندم كان كثير عبادة كثير صلاة كثير صيام ومع ذلك قال ليتني أخذت برخصة رسول الله التي رخص لي إذن هؤلاء كانوا على جهل لكنهم ابتغوا رضوان الله فآتاهم الله أجر صحة مقصدهم ولم يؤاخذهم لجهلهم وكانوا على جهل بالدين ولذلك قال الله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون هذا طبعا بسبب الجهل وحسن المقصد بخلاف اليهود المغضوب عليهم لأنهم كانوا مع علمهم بالكتاب ينحرفون عنه فالناس مؤاخذون بمقتضى علمهم وجهلهم ومن عمل عملا يقترب به إلى الله مع جهله فإنه يؤجر على حسن نيته ويعفى عنه لجهله مع حسن المقصد ولذلك الأمر مهم إذا كان هذا الذي ارتكب هذا الجهل أو هذه البدعة إذا كان دأبه طلب العلم والحرص عليه فهذا يرجى له العفو أما رجل ما راكب هواه وليس حريصا على طلب العلم نعم فالرجاء أبعد في حقه من الأول لماذا؟ لأنه ليس حريصا على طلب العلم ولذلك لو كان العفو بالجهل مطلقا لصار الجهل أفضل من العلم لماذا يتعلم الإنسان؟ كذلك قول قول الشافعي وهنا أمر مهم أنا أريد أن أقف عنده قول الشافعي رحمه الله المحدثات ضربان المحدثات لحظة بس نآتي الحديث المحدثات ضربان نعم ما المقصود بالمحدثات ضربان ما المقصود بالمحدثات ضربان يعني ما يحدث ما يفعله الناس هل هذا اللفظ الآن المحدثات ضربان هل المقصود به المحدث في الدين؟ يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش فهو رد فالنبي قال من الدين من أحدث في ديننا في أمرنا هذا وأمرنا هذا يعني هو الدين ما ليس منه فهو رد جيد هذه الرواية المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتاب أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة ضلالة وما أحدث من الخير لا خلاف لواحد من هذا فهي محدثة مذمومة انتبهوا إلى قوله أنا تعجبني طريقة الشافع حتى في تفسير القرآن يقول ما اختلف فيه فليس بحجة نعم كذلك يقول ما أحدث بين الناس وأجمع عليه أي شيء يفعل ولم يكن يفعل من قبل هذا ليس ضلالة عند الشافع ليس ضلالة وأجمع عليه ليش لأن الأمة عند الشافعي لا تجمع على ضلالة فلذلك كانت هذه الرواية مهمة جدا وأهل البدعي إنما يستدلون بكلام الشافعي ولا يكملونه وهو قوله لا خلاف لواحد من هذا فهي محدثة غير مذمومة فقد قال عمر في قيام رمضان نعمة البدعة هذه هذا هذا رواه رواه البيهقي إذن عندنا أول شيء روايتان الرواية الأولى البدعة بدعتان محمودة ومذمومة طيب لما يقول الشافعي وما خالف السنة فهو مذموم إذن يتكلم عن ما بتدع من أمور الدنيا من أمور الدنيا مش من أمور الدين لأنه لو كان من أمور الدين يعني داخل في الدين ما تداخل في السنة أما إذا قال ما أحدث وخالف السنة إنما يتكلم عما يحدثه الناس مما يدخل فيه أحد نوعيذ البدعة إما المذموم وإما المحمود والبدعة في اللغة وفي أمور الدنيا تنقسم إلى قسمين لا شك أما في أمر الدين لا من قال بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا والبدعة المولد وغيرها من البدعة التي تحدث في المساجد وغيرها هذه محدثات في الدين ومع ذلك ومع ذلك الرواية فيها حرمل ابن يحيى وهو صدوق ويكتب حديثه ولكنه يغرب فإذا أتى بما يعني إذا تفرد بما لا متابع له عليه فيها مشكلة الآفة الأخرى وهي عبد الله بن محمد العطشي فهو مجهول يعني حتى الرواية عن الشافعي فيها مقال الآفة الكبرى الآن فيما يحتجون به بالشافعي فيما يحتجون علينا فيه بالشافعي والطامة الكبرى هو ضرب كلام النبي نعم عن طريق يعني إذا تعارض كلام النبي وكأن هذا من أصول الشافعي إذا تعارض كلام النبي مع كلام الشافعي ضرب بكلام النبي عرض الحائط وتمسك بكلام الشافعي إيش هذا لا يقبله حتى الشافعي الذي قال إذا رأيتم كلامي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط سبحان الله ثم إن قول الشافعي لا خلافة لواحد من هذا نعم بين المسلمين طيب نحن مسلمون وقد خالفناكم في بدعتكم معنى ذلك أن هذه البدعة محدثة عند الشافعي طيب أن هذا وكذلك تقسيم البعض للبدعة إلى خمسة أقسام بدعة واجبة بالله عليكم يعني إلى أي درجة بلغت المصادمة والمخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قسموا البدعة بما لم يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بس جعلوها اثنين جعلوها خمسة أقسام وأدخلوا فيها بدعة واجبة وبدعة مستحبة اثنين وحدة واجبة وحدة مستحبة ما أدي أليس هذا السدراك على النبي صلى الله عليه وسلم إذن بمقتضى كلام الشافعي أن تتركوا التقسيم لوجود الخلاف فيه على تقسيمكم إلا أن تكفرونه وتقولوا كل من نفى تقسيم البدعة فهو كافر تتخلصوا مننا من أجل إيش أن تحققوا إجماعكم أين لكم ذلك أين لكم ذلك فنحن نخالفكم في بدعة المولد بدعة التصوف بدعة علم الكلام اليوناني فعليكم تركه بمجرد وقوع الخلاف بين الأمة عليه وكلام الشافعي صريح في ذلك لا خلاف لواحد نعم لا خلاف عليه بين المسلمين هذا هو الضابط عند الشافعي ثم قول الشافعي متعلق بأمور ليست من الدين بخلاف من يتقرب إلى الله بأعمال يزعم أنها من الدين بل تزيده قربا إلى الله عز وجل مع أن النبي ما أدرجها في الدين نعم فهذه الرواية إن صحت إن صحت فقوله فيها لا خلاف بين واحد من المسلمين يعتبر حجة على هؤلاء نعم على أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أوضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الابتداع في الدين وكلام الشافعي عام عام ما قال أن البدعة في الدين تنقسم لا وعلى فرض أن الشافعي أراد البدعة الدينية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالشافعي بشر والشافعي له مذهبان مذهب في القديم ومذهب في الجديد ومن يدري لعل هذا القول من الشافعي كان في القديم وثبوت مذهبين له دليل على أنه بشر يعني غير معصوم فمن قدم كلام المعصوم كل بدعة ضلالة فمن قدم كلام غير المعصوم البدعة بدعتان على كلام المعصوم كل بدعة ضلالة كان ذلك دليلا على ضلاله وعدم رغبته في الحق وعدم توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم وإبطال كلام النبي بكلام غيره ثم أن مراد الشافعي بالبدعة هي البدعة اللغوية لماذا الحافظ بن رجل قال بأن المراد الشافعي هو البدعة اللغوية ليش يقول لأن البدعة المذمومة ما ليس لها أصلا في الشرع يرجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع أما المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصلا من السنة يرجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لأنها جاءت موافقة للسنة وبدليل بدليل آخر وهذا مهم جدا أن الشافعي وصف البدعة بوصف آخر وهو الاستحسان والشافعي ما حسن شيئا من هذا الاستحسان بل أطلق الذم عليه قال في كتابه الرسالة إنما الاستحسان تلذذ وعقد في كتاب الأم كذلك فصلا بعنوان ابطال الاستحسان ثم قال ومن استحسن فقد شرع والذين يقولون من البدعة المولد جائزة لا يقولون أن الشرع أتى بها لا يقولون استحسنها وهذا رد الشافعي عليهم من استحسن فقد شرع والبدعة هي استحسان في الدين يتقرب به المبتدع بما لم يرد به نص من كتاب أو سنة ولهذا احتج الشافعي بقول عمر نعمة البدعة هذه فإن الشافعي كان حريصا على السنة وشديدا على البدعة ولم نعلم عنه في مذهبه أنه ابتدع بدعة استحسنها بل هو مناوئ للاستحسان في الدين هو مناوئ للاستحسان في الدين إذن عرف منهج منهج الشافعي وبطل الاستدلال به نعود إلى تفصيل البدعة اللغوية البدعة اللغوية هي ما كانت وسائل للعبادة وليست أمور عبادة وسائل لتحسيني لتحقيقي تحسيني العبادة ألم يقل رب العمين ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسني عبادته فإذا وجد المسلمون طريقة لتحسين أداء هذه العبادة التي شرعت بالكتاب والسنة هذا لا بأس به مثل مثل أن تكون هناك الآن مدارس لم تكن هناك مدارس هذه المدرسة بحد ذاتها هي وسيلة لتحقيق أمر المشروع وهو العلم بس إذن البدعة اللغوية هي مكانة وسائل للعبادة وليست من أمور العبادة مثل بناء المنارات والطابق الثاني للسعي في مكة مكبرات الصوت تخصيص بعض الكتب بمواضيع خاصة كتاب في أصول الحديث كتاب في أصول الفقه وهكذا أصول التفسير ما كان فيه في أعد النبي تخصصات بهذه الطريقة هذه من باب تحسين الأمور المشروعة تحسين تحصيل تحسين تحصيل تحصيل أمور الشري الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة وباب الوسائل هذه نسميها المصالح المرسلة ليس توقيفياً فيجوز استعمال الوسائل التي تحقق مقاصر الشريعة حتى لم تكن في أهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال لنا قائل أنا لا أسافر للحج إلا على جمل لأن النبي حج على نقته فنقول له هذه هذه التنقل وسيلة للعبادة ووسائل العبادة لا يحتج لها بشرط ما يحتج اشترط العبادة لا أبدا بناء على ماذا بناء على علمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار إسرهما فاختيار القطار أو الطائرة على الجمل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر أهل العلم بعض الأمثل إلى البدع اللغوية مثل جمع القرآن حين دعت الحاجة إليه لما استحرر القتل بالصحابة في اليمامة كذلك تنقيط المصاحف ما كان في حاجة لتنقيط المصاحف لأن الناس كانوا بالسليقة يميزون بحسب ما يمر عليهم في سياق الكلام يعرفون أن هذه نونا وليست باء أو ياء يعرفون ذلك بالسليقة لكن لما انتشرت لما انتشرت العجمة واحتاج الناس إلى التنقيط كذلك لما استحر القتل بالمسلمين بالحفاظ حينئذ صارت هناك حاجة ماسة لجمع القرآن من أجل تسهيل قراءته وحفظه لا يقل أن هذا التسهيل للجمع والحفظ هو بدعة بل هو تحقيق لقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه كذلك إنارة عمر تدوين عمر للدوامين إنارة عمر للمساجد يوم الترويح وكل ما دعت إليه حاجة نعم لا بد من ذلك طيب إذن كل ما دعت إليه الحاجة من تدوين للدوامين كما فعله عمر وذلك بسبب كثرة الجيش واختلاف الثغور وكان ذلك من أجل أن يحفظ به ثلاثة أشياء لا يتم حفظها إلا بها أحدها حفظ أسمائهم وأنسابهم الثاني حفظ أرزاقهم وأوقات عطائهم الثالث ترتيبهم بالنسبة ترتيبهم بالنسبة عفوا والسابقة في إسلامهم وأنفسهم وهذا ما قاله السيوطي في الحاوي إذا نقططت الحاجة لذلك قبل هذا ما كانت أعداد الجنود بهذه الكثرة ثم ألستم تحتجون بقول عمر نعمة البدعة هذه انظروا إلى أي شيء وجهها السبكي هذه ما هي هذه قال السبكي ومنها تهيئة القناديل للاستصباح فهذا هو الذي استروح القائل إلى أنه بدعة والحق أنه ليس ببدعة فإن عمر رضي الله عنه نور المساجد وكان الصحابة متوفرين وشكره علي رضي الله على ذلك وكل ما فعله عمر رضي الله عنه فهو سنة ليس ببدعة انظروا إلى ماذا وجه السبكي فعل عمر استروح الناس لما فعله عمر من تهيئة القناديل للاستصباح بها هذا في كتاب الفتاوى للسكي كذلك جمع قرآن ما كان جمع ممكن في حياة النبي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يتنزل عليه القرآن وكان الناس في انتظار يعني حتى آخر لحظة من حياة النبي كان يتوقعون نزول القرآن فكيف يجمع كله والحال هذه والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات بعد ثم لم تكن هناك حاجة لجمع القرآن على حرف واحد فجمع القرآن على الأحرف المتعددة ما كان هناك حاجة متى ظهرت الحاجة في عهد عثمان اختلف الناس على طريقة القراءة قال أحدهم أبدا الذي تقرأه غلط هكذا سمعتها من الصحابي الفلاني وهكذا اختلف مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف اثناني في طريقة قراءة آية معينة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي الأول أن يقرأها فقال أحسنت هكذا نزلت ثم أمر الثاني أن يقرأها فقرأها بقراءة مختلفة عن الأول فقال هكذا نزلت إن هذا القرآن قال عليه الصلاة والسلام نزل على سبعة أحرف إذن هذا كمتوفر في عهد عثمان اختلف الموضوع صاف اختلاف على طريقة القراءة نعم فهذه مصلحة الآن اقتضت المصلحة جمع الناس على حرف واحد وهو حرف مكة الذي الذين نزل بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار كل المسلمين يحبون الاقتصار على حرف قريش وبالتالي لم تعرض هناك حاجة للأحرف بل صارت مصدر فرقة واختلاف وخصومة بين الناس كذلك كل هذا نسميه باب التهيئة والتسهيل لتحقيق العبادة طيب بخلاف ما يبتدع هؤلاء القوم اليوم أين هذا الذي نتحدث عنه مما يفعلونه اليوم من بدعا يتقربون بها إلى الله كصلوات الرغائب والرقص وطرق التصوف وبدع الاحتفال من مولد النبوي والأذكار الطويلة العريضة التي يحددون فيها للناس مثلا تقول تقول قلوه الله أحد 25 مرة بالضبط الفاتح 10 مرات خواتيم سورة البقاء 3 مرات من الذي حدد هذا التحديد؟ جاء في الفتاوى الهندية ما يلي لا بأس بكتابة أسام السور وعدد الآي وهو إن كان إحداثا فإنه بدعة حسنة اعتبر هذا من جملة تسيئة هذه وسائل هذه ليس لها ليس لها حكم مقاصد لكن هي وسيلة لتحقيق المقاصد هذا ولا يجوز إذا قال أحد كلاما مخالفا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم كلامه على كلام الرسول فقد قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا شوفوا هذه الآت تبين لنا تبين لنا الخاتمة الحسنة لما اختلف الناس عليه ما هي الخاتمة الحسنة يعني الذي يقول إلى خير أن يتحاكم الناس إلى كلام ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يؤدي إلى هذه نتيجة نتيجة الخير ذلك خير وأحسن تأويل إذا كل واحد رد الأمر إلى هواه اختلف الناس أكثر لأن عقل يختلف عن عقلك مزاج يختلف عن مزاجك فإذا اختلفت العقول لمن تتحاكم الآن تتحاكم الكتاب السنة طيب لماذا ما رجعنا إلى الكتاب السنة قبل العقول منتهى الموضوع طيب ومن عكس أمر الله في هذه الآية كان ذلك منه شرا وأسوأ تأويلا فهل من الفقه وحسن المآل أن نرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول غيره هل يجوز ذلك وأي عذر يكون لنا أمام الله لو أني الآن رددت قول الشافعي البدعة بدعتان لو رددته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هل يعاقبني الله يوم القيامة؟ هل يقول لي لماذا رددت قول الشافعي؟ هل سوف يقول لي لماذا رددت قول الشافعي؟ سوف يعاقبني؟ ماذا يكون جوابي إذا سئلت عن ذلك يوم القيامة وقد قال الشافعي نفسه كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني يعني ما في حاجة أن تسمعوا مني ما يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم دعوا قولي وبناء عليه فإن قول النبي كل بدعة ضلالة هو قول الشافعي وهو مذهب الشافعي وإن لم نجده في كتابه وقد قال الشافعي أيضا إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلت وقال كل ما قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قلت فكان عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما قد صح فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني الناس قلدوا أصحاب المذاهب في كل شيء إلا في قولهم لا تقلدوني سبحان الله قلدوهم في كل شيء إلا في قولهم لا تقلدوني وقال كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي هذا هو مذهب الشافعي فهل المتمذهبون بمذهبه على هذا الصمف على هذا النهج على هذا السمت وقال ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول من الشافعي جواب لمن يقولون أنت أفقه من الشافعي أنت أعلم من الشافعي من أنت وقال الشافعي رحمه الله ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الرسول خلاف ما قلته فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي كذلك نقل عنه أنه قال أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد وكذلك رو عنه النووي أنه قال إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعوا ما قلته وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد ما أجاز الشافعي أن يقول قائل أأنت أعلم من فلان بل روا النووي عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب كذلك يقول أنتم أعلموا بالحديث وبالرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون أعلموني به كوفيا بصريا شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا حتى تعرفوا تواضع الشافعي رحمه الله كذلك يقول كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي كذلك روى عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه قال إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب هذا كل ما يرويه الناس عن الشافعي رحمه الله أي نعم والكلام في ذلك كثير كذلك الإمام أحمد يقول كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ولذلك كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري واخذ من حيث أخذوا هذه ذكرى ابن القيم في أعلام المواقعين إذا أقول أنا الآن إننا بتركنا لقول الشافعي مثلا البدعة بدعتان إذا ما أخذنا بها وآثرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عدم تقسيم البدعة نكون حينئذ شافعيي المذهب لأن تقديم قول رسول الله على أي أحد آخر حتى الشافعي هو مذهب الشافعي فهذا مذهبنا فنحن في هذا الأصل على شافعي المذهب لله الشباة الأخرى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة التحديث بهذا الحديث دون بيان مناسبة الحديث وسياق الحديث يعتبر من التدليس والغش والخداع لأن الحديث تضمن أمرا قد حدث وهو أن قوم مضر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم عراه من الفقر ومن العوز ومن الحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق رجل بتمره ببره إلى أخر مقال وكان في الناس أبوكر وعمر ولم يتقدم أحد الصدقة فذهب رجل إلى بيته ثم جاء بكوم من الصرة فيها مال وطعام وشراب ولباس ثم أتى بها وأتى بها وألقاها بين القوم فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل لهو إيش؟ بدعة؟ لا لهو إيش؟ صدقة هل الصدقة بدعة؟ هل اتدأ؟ هل اتدأ بتشريع الصدقة؟ أم دعا إلى الصدقة؟ وحث عليها؟ وهذا هو معنى سنها أي دعا إلى هذه الخصنة النبوية إلى هذه الطريقة النبوية دعا إليها مش ابتدعها فلذلك من سنة مش معناها ما ابتدع ولا يقول بذلك إلا جاهل لا يقول أن من سنة بمعنى من ابتدع إلا جاهل لأن البدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق أما السنة لا ليست كذلك السنة هي دعوة إلى طريقة إلى خصلة وقد تكون هذه الخصنة نبوية شريفة وقد تكون هذه الخصنة خصلة كفار طريقة كفار إما يدعو إلى هذه وما يدعو إلى تلك إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكيف تكون السنة في هذا الحديث اللي هو من سنة في الإسلام سنة حسنة كيف تحمل السنة على البدعة كيف يكون معنى السنة البدعة ولهذا نقول الرسول في هذا الحديث إنما استعمل السنة بالمعنى اللغوي لا الشرعي لأنه في المعنى الشرعي للسنة مقصور على سنة واحدة سنة خير وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أيضا أنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه سنة نبوية ضلالة نعم أو سيئة عفوا أو سيئة والحديث يقول ومن سنة سنة سيئة فهل في سنة الرسول سنة سيئة وبما أن نبي استعمل السنة بالمعنى اللغوي فكذلك عمر استعمل البدعة بالمعنى اللغوي فقال نعمة البدعة هذه النبي أراد السنة النبوية وعمر أراد البدعة عفوا النبي أراد السنة اللغوية وعمر أراد البدعة اللغوية فتضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة هذا الحديث تضمن الحث على اتباع السنة والتحذير من البدعة فكيف أخبروني بربكم كيف يكون تكون السنة بمعنى البدعة وتستدلون بهذا الحديث من سنة سنة حسنة النبي يقول عليكم بسنتي ثم يقول وإياكم والبدعة وإياكم ومحدثات الأمور فكيف تضمن حديث واحد تمسك بالسنة وترك البدعة كيف تجعلون السنة هي البدعة في قول النبي من سنة في الإسلام سنة حسنة ولذلك يكفي أن نسأل المستدلة بهذا الحديث عرف لنا معنى كلمة السنة حينئذ سوف يتبين له أنه وقع في الخطأ الكبير فإن معنى السنة هو مجموع أقوال النبي وأفعاله وفي اللغة مطلق الخصلة والطريقة والسيرة شاهدت الفرق الآن طيب وإذا كان من سنة يعني من ابتدع فيصير كل بدعة ضلالة أي كل سنة ضلالة شوفوا حقيقة تشويش على الناس وخداع الناس اتركوا الناس اتركوا الناس يتبعون يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لا تشويشوا عقولهم أنتم تستدلون بلظ السنة لتمرير مسألة البدعة تقولون من سنة سنة حسنة يعني من تدع بدعة حسنة طيب ما رأيكم أن نقول نعم كل سنة ضلالة كيف؟ لأن السنة عندكم البدعة والنبي قال كل بدعة ضلالة يلا فتصير كل سنة ضلالة لأن السنة معناها البدعة عندكم ويصير قوله تعالى سنة الله التي قد خلت أي بدعة الله فلماذا تشويش على الناس؟ وهل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني عليكم ببدعتي؟ لا يقول عن السنة بدعة إلا جاهل لأن السنة معناها الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة ولذلك ورد في حديثي النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم أول من سن القتل القاتل هو أول من سن أول من سن ها ممكن أن تقول يعني تدعى ذلك نعم هذه بدعة من أحد ابني آدم أول من سن لو كانت السنة بمعنى البدعة لما قال أول من سن ثم أن كلام النبي لا تناقد كيف يقسم السنة بينما لم يقسم البدعة والحديث هذا من سن السنة الحسنة يحكمه حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى انتهى الموضوع من دعا إلى هدى إذن من سن أي من دعا إلى إما أن يسن سنة حسنة دعا إلى خير وإما أن يسن سنة سيئة أن يدعو إلى شر وانتهى الاستدال بهذا الحديث كذلك احتجوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه قول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا قالوا ها شوفوا هذا تحسين تحسين من عبد الله ابن مسعود لا عبد الله ابن مسعود إنما أراد بذلك إجماع الصحابة كما بوّب له الهيثمي في مجمع الزوائد بأنه إجماع الصحابة والصحابة ما عرفوا البدعة أصلا ولا يقرون بالبدعة ولا يرتضونها في الدين فإجماعهم هو بناء على ما يتشاورون فيما بينهم عليه ويجمعون عليه وما يجمع عليه الصحابة فلا يمكن أن يكون بدعة أبدا أبدا كذلك استدل بالأذان على المنارة قالوا أن الأذان لم يكن على المنارة من قبل بهذه الطريقة لا أولا الأذان على المنارة لا يدخل في مسمى البدعة لأن البدعة هي الزيادة في ألفاظ الأذان هذا نعم كقول الرافضة أشهد أن علي ولي الله لكن بالمناسبة دعونا نسأل هل يجوز أن نقول حي على خير العمال مثلا ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة إذن لماذا ما نضعه في الأذان لماذا أولا أنا أستحسن أنا والله عجبني فكرة طيبة نجيب الآن أذكر الناس بأن الصلاة من أفضل الأعمال لماذا ما الحرام في ذلك طيب كذلك حي على خير العمال التي عند الرافضة رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا من البدع أما الأذان على المكان المرتفع فهذا من فعل بلال رضي الله عنه وقد رأى أبو داود والبيهقي عن عروة ابن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر إذن سواء سونا هذا منارة المهم أنه بنيان مرتفع من أطول البنيان بحيث أنه يصل صوت المؤذن إلى الناس كافة ليس من البدعات في شيء ما علاقة لا علاقة له في البدعات والعجيب أنكم تأتون بهذه الأمور لتحسين بدع لا يرتضيها الصحابة ولا التابعون لهم أبدا كذلك تأخير عمرأة للمقام عن البيت وهذا فيه رواية عن البيهقي رواها البيهقي عن عائشة قالت إن المقام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر قال الحافظ بالحجر في فتح الباري ولم ينكر الصحابة فعل عمر ما نكره ولمن جاء بعدهم فصار إجماعا وكذلك هو أول من عمل عليه المقصور الموجود الآن فهذا تأخير عن ما كان عليه الأهل الجاهلية وقد ذكر العلماء أنه أخره رضي الله عنه لألا يطأ الناس لألا يطأه الناس بأقدامهم ولتوسعة المكان للطائفين احتجوا أيضا بزيادة ابن مسعود للتشهد في قوله السلام علينا من ربنا وهذا رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح طبعا كما قال الهيثمي وقول الهيثمي رجاله رجال الصحيح لا يلزم منه تصحيح السند فإن الهيثمي يقول كلمة تقصر عن النظر في العلل هذا ما قاله أهل العلم هذا الاستلاح من الهيثمي ليس باستلاح كامل لأن شرط الحديث ما اتصل إسناده بنقل عدد ضابط يعني مثله إلى منتهى هذا يحقق بس فقط هذه الشروط أو هذا الشرط من الحديث الصحيح لكن بعد فيه تكملة ولا يكون شاذا ولا معللا فلذلك قول الهيثمي رجاله رجال الصحيح لا يلزم منه تصحيح الحديث ثم إن كان قال ذلك ابن مسعود السلام علينا من ربنا فهذا له حكم الرفع لأن الصحابة شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشاهد كما يعلمهم السورة من القرآن فلذلك يقول أهل العلم أن هذا له حكم الرفع لأن الصحابة كانوا يتلقون التشهد عن النبي بألفاظ محدودة لا يعدلون عنها كذلك يحتجوا بقول ابن عمر لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك طيب وكان عبد الله بن عمر يزيد في التلبية لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل وهذا حديث صحيح لكن نقول أولا الصحابة فعلوا أفعالا إذا لم يثبت تعليمها من النبي صلى الله عليه وسلم فتجوز الزيادة على الأذكار الشرعية هذا القول يعني واحد الآن يريد أن يزيد على الأذكار الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خذوا أذكاركم عني لا ولذلك نقول تجوز الزيادة على الأذكار الشرعية نعم والأصل فيه الجواز وهذا عند الجمهور لكن في ذلك مسائل وقيود أولا أن يكون صحيح المعنى يعني لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه ثانيا أن لا يكون مما علم أن الشارع أراد المحافظة فيه على اللفظ الوارد مثل الفاظ الأذان بما أنه لا يزيد الشارع هكذا حدد أذكار صيغة الأذان حددها بتحديد معين لا يجوز أن نزيد فيها لكن أذكار واحد مثلا يدعو دعا بألفاظ من عنده هذا ليس حرام لكن هناك قيود لذلك أن يكون المعنى صحيح أن لا يعتدي في الدعاء يعتدي في الذكر أن لا يكون مما علم أن الشارع أراد المحافظة عليه مثل صيغة الأذان الشارع ما يريد أن تزيد على ما أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألهم وأرى الصحابة وأرى الصحابة إياه في المنه نعم أن يكون بمعنى ورد بمعنى ما ورد وأن يكون مما يليق وقد نقل ابن علانة أن زيادات العلماء في القنوط ونحوه من الأذكار يكون الإتيان بها أولى وفارق التشهد وغيره بأن العلماء فهموا أن المدار فيه على لفظه فلذا لم يزيدوا فيه ورأوا أن الزيادة فيه خلاف الأولى بخلاف القنوط فإنهم فهموا أن للدعاء تأثيرا عظيما نعم فتوسعوا في الدعاء وقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يلبي في الحج بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يزيد على ذلك ثم كان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل وفي رواية لبيك وسعديك مثل هذا هذا ليس ببدعة ولا يحتج به من أجل إضافة بدعة المولد وغيرها ما يجوز لأنه هذا إذا التزم فيه بالصيغة الصحيحة لم يتعدى ما خالف الشسم فهذا جائز أن يفعله ننتقل الآن إلى أقوال السلف كونوا معنا شكرا